اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا موضوع التنضيط اللي هو موضوع المصطرة لو جئنا الى قائمة عرض ادنى من هذه المنطقة ادنى خيار اللي هو المصطرة طبعا اذا مفعل بعلامة صح اي ان المصطرة ظاهرة وفي حال ان لو كانت المصطرة غير ظاهرة فقط نفعل هذا الخيار راح تظهر المصطرة واذا لاحظوا ان المصطرة راح تكون افقيا وعموديا طبعا وحدة القياس الخاصة بالمصطرة هي بالبوصة او الانج فاذا نريد نغيرها الى السنتيمتر او المليمتر نجي الى ملف ومن ثم طبعا خيارات ونجي الى خيارات متقدمة وطبعا ننزل الى الجزء الخاص بالعرض هذا الجزء فنجي الى اظهار وحدات القياس طبعا عندنا هنا الخيار اللي هو مفعل البوصة نجي نختار سنتيمتر او مليمتر او اذا نحب نخليه بالبوصة راح اختار سنتيمتر وطبعا من ثم موافق جيد نلاحظ انه تم تغيير وحدات القياس بالسنتيمتر طبعا نجي نختار اتجاه ورقة من اليمين راح نلاحظ انه وحدات القياس تبدأ من اليمين الى اليسار طبعا المصطرة ممكن نستخدمها في الجداول مثلا وطبعا ممكن نستخدمها في الهوامش وفي علامات الجدولة والفهرست والكثير من الامور اللي ممكن ان نستفاد من عندها اذا لاحظ انه عندما اجي اريد اكتب راح اكبر مثلا حجم الخط عالم بها الاحترافي مثلا لاحظ انه بداية النص من هذه المنطقة طيب شن اللي يحدد انه بداية النص من هذه المنطقة مو من هذه المنطقة اللي يحدد بداية النص هو علامات الجدولة او المصطرة بالاعلى اللي هي الهوامش طبعا اذا نجي نلاحظ انه النص راح يتحرك على اساس علامات الجدولة طبعا في البداية وطبعا في النهاية أيضا ممكن يكون عندنا الهامش يعني ممكن إذا أخذنا كوبي للنص طبعا ممكن صغره حتى يتم الاتصال في النهاية طبعا إذا لاحظ أنه علامة المصطرة ممكن أنه تزود الهامش وطبعا تقلل الهامش جيد هذه إحدى الفوائد الفوائد الأخرى ممكن أنه نستفاد منها بالتحكم بالجداول إذا نجي إلى إدراج ومن ثم جدول طبعا نختار هذا الجدول مثلا إذا لاحظ أنه في الأعلى هنا أدنا علامات جدولة خاصة بالجدول وطبعا أيضا علامات جدولة من اليمين طبعا في حال لو كان نسخة عربية لو كان إنجليزية تكون من اليسار طبعا أقدر أتحكم بالعمود بهذه الطريقة من خلال الضغط على هذه النقاط هذه النقاط المرصوصة وطبعا بإمكاننا أنه نتحكم بعرض العمود سواء أنه نصغره أو نكبره ممتاز جدا هذه طبعا إحداء الفوائد أيضا بالنسبة للصفوف طبعا ممكن نقدر نتحكم بالصف ممكن أنه نتحكم بأرض الصف طبعا ممكن أنه نوسع العرض وطبعا نقلل الارتفاع للصف جيد أيضا هذه إحداء الفوائد الخاصة بالمستع الفوائد الأخرى أنه ممكن نعمل جدول المحتويات طبعا ممكن راح أجي أكتب مثلا جدول المحتويات مثلا وراح أخلي أنه هذه الكلمة تكون بها المنتصف أنزل انتر وطبعا أخلي المحاذات إلى اليمين وراح أكتب الموضوع الآن راح أضيف علامات الجدولة شنه علامات الجدولة؟ علامات الجدولة هي عبارة عن حدود هذه الحدود راح تكون كقياس مقياس إليه سواء أنه بداية أو نهاية إذا نجي هنا نعدنا علامة جدولة يسرى أي أنه بالمستند العربي راح تكون نهاية ليش؟ لأن المستند العربي يبدأ من اليمين إلى اليسرى طيب لو في حال ما لقيت آني يسرى بإمكاني أنه يعني أضغط كليكات على هذه علامات الجدولة لنوصل للعلامة المطلوبة طبعا بإمكاني أختار مثلا راح أختار علامة جدولة يسرى ورح أضعها في مكان بي النهاية مثلا طبعا راح أضعها في هذه المنطقة مثلا أضغط كليك واحد على المصطرة هنا بالأعلى أضغط كليك واحد على المصطرة راح ألاحظ أنه يتم وضع علامة جدولة يسرى شنو الغاية من عدها؟ الغاية من عدها أنه هذه علامة الجدولة راح تتفاعل مع التاب إذا أضغط تاب ألاحظ مباشرة أنه المؤشر راح ينتقل إلى علامة الجدولة وأكتب مثلا رقم الصبحة مثلا جيد الآن راح أنزل انتر وأكتب مثلا مقدمة تاب ومثلا صفحة خمسة مثلا تمهيد تاب صفحة مثلا ثمانية وهكذا طيب في بعض الأحيان يتم وضع نقاط مؤشر هذه النقاط طبعا حتى تساعد على أنه أصل للرقم أربط الرقم مع الموضوع بشكل سهل كيف أصنع هذا المؤشر؟ طبعا أجي أضغط دبل كليك على علامة الجدولة هذه علامة الجدولة أضغط عليها دبل كليك وح تظهر لي هذه النافذة هذه النافذة اللي هي المحاذات هنا وعدنا هنا حرف سابق جيد نجي إلى حرف سابق هنا نعدنا بلا البلا يعني معناها أنه التاب عندما أنتقل بالتاب رح ينتقل لي بفراغ طبعا ممكن أنه أخلي نقاط يعني ممكن نقاط مدورة ممكن نقاط طويلة ممكن خط مستمر مثلا أنا رح أختار النقاط مدورة قريبة ومن ثم طبعا موافق إذا أجي هنا أنا أكتب مثلا الفصل الأول إذا أجي أضغط تاب رح ألاحظ أنه يتم وضع خط نقاط إلى السطر طيب رح أخلي مثلا صفحة 13 إنتر مثلا المبحث الأول تاب صفحة مثلا عشرين وهكذا طيب كيف أضع نقاط إلى المواضيع اللي تم إنشاءها مسبقا طبعا ممكن أنه أحدد الأجزاء اللي أريد أضيف لها نقاط وأيضا أضغط دبل كليك على علامة الجدولة بهذا الشكل دبل كليك طبعا لا بد أنه دبل كليك يتم الضغط مباشرة على علامة الجدولة ممتاز وأجي أختار نقاط ومن ثم موافق ألاحظ أن البرنامج رح يضيف لي النقاط إلى الأسطر ممتاز طبعا بإمكاني أنه أستمر مثلا المطلب الأول وطبعا بإمكاني أنه أكتب مثلا دراسة الحاسوب مثلا لا على التعين تاب وأكتب مثلا خمسة وعشرين وهكذا أستمر بإنشاء جدول المحتويات طبعا بإمكاني أن أصنع صفحة مخططة مثلا إذا أريد أنشئ ورقة مخططة أو مثلا ورقة الكتابة عليها باليد من خلال وضع خطوط الأسطر طبعا رح أحذف كل شي وطبعا لابد أن نضيف علامة الجدولة اليسرى لابد أن نضيف علامة جدولة يسرى بهذا الشكل ونضغط double click على علامة الجدولة وطبعا رح نختار رقم أربعة اللي هو الخط المستمر ومن ثم موافق أجي هنا أضغط tab enter tab enter وهكذا رح يتم تصطير الورقة جيد في حال لو شاهدت أنه المسافة من اليسر أكبر من المسافة على اليمين طبعا في البداية نقلل من الهامش 17 وطبعا نجي نحدد جميع الأسطر وطبعا نتحكم بعلامة الجدولة أيضا بنفس الطريقة نلاحظوا أنه أصبحت عندنا ورقة مخططة بإمكاني أنه أطبعها بشكل مباشر طبعا هذه أغلب الأمور اللي ممكن نستخدمها في المسطرة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر